صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليف بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله قرار رقم 8 لسنة 2018 بنقل مديرين في المحافظات جاء في المادة الأولى من القرار أنه ينقل السيد حمد جمعة الفزاري مدير إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار بالمحافظة الجنوبية ليكون مديرا لإدارة الخدمات الهندسية والاستثمار بالمحافظة الشمالية وينقل السيد خالد عبداللطيف حاجي مدير إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار بالمحافظة الشمالية ليكون مديرا لإدارة الخدمات الهندسية والاستثمار بالمحافظة الجنوبية كما صدر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قرار رقم 9 لسنة 2018 بتعين مدير في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جاء في مادته الأولى أنه يعين السيد علي شبر جواد حسن مديرا لإدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة